هل يقى هل القانون يسمح بتثبيت الكاميرا عند مدخل شقتي وأنا أقضن مثلا في سكن مشترك أو داخل السيارة إلا كان ممكن شنو كي يقول القانون وشنو كي يقول القانون كلمة يعيدها أسبوعيا ويقدمها بتفتح مومن أهلا بك أبتح أهلا سنة تباوش القانون يسمح لي أن دير الكاميرا أو لا لا الأصل أنه في غياب قانون واضح الأصل هو الحرية في وضع الكاميرا لكن الإشكال يكمن في أن الكاميرا توضع في الداخل ولكن العدسة موجهة للعالم الخارجي وهنا تكمن الخطورة لتفادي المسألة القانونية يجب أن تحترم شروطه على الكاميرات أهم وأولا أن تكون الكاميرات واضحة للعيان وتوضع في مكان بارز لكي يعلم الجيران بوجودها ثانيا يجب عدم توجيه عدسة الكاميرا نحو نوافذ الجيران فهي كاميرا مراقبة وليست أداة مس بالحياة الخاصة للناس ثالثا يجب وضع ملصق مكتوب عليه بحروف بارزة أن هناك كاميرا تقوم بالتصوير على مدار الساعة رابعا يجب أن يتم تركيب الكاميرات على الممتلكات الخاصة بصاحبها ولا يجب على أي شخص تركيب كاميرا على ممتلكات الغير أو على الممتلكات العامة مثل عمود الكهرباء فهذا يعرض صاحب كاميرات المراقبة للمسألة القانونية والغرامة المالية خامسا بالنسبة للملكية المشاركة يجب على السنديك توفر على موافقة تولتي الساكنة ويجب الاتفاق على مكان وضعها هذه الكاميرا صورات مجموعة من الصور ربما فيها مقاطع من الحياة خاصة دي الآخرين ما صير هذه الصور؟ القانون 0908 الخاص بضمان الحريات الشخصية ينص صراحة على أنه يجب التعامل بحذر مع الصور فهي مثل دعامات الأخرى التي تمس بالحرية الشخصية هناك شروط لاستعمال الصور المتحصلة من كاميرات المراقبة من منازل أو السيارة أولا يجب وضع الكاميرا عدم استعمال الصور في فضاء آخر مثلا إذا التقت صور لصريقات يجب أن تقدم للشرطة القضائية وليس للنشر في مواقع التواصل الاجتماعي من حق صاحب صورة متابعتك قضائيا ثانيا إذا كانت صورة المنتقطة فيها معطيات خاصة من الأفضل أن يكون التفريغ والفرز لاستعمال بحضور مفوض قضائي تفادي لسوء الاستعمال أو التسريب ثالثا مدة تخزين الصور يجب أن لا تتجاوز ثلاثة أشهر ورابعا منسبة الكاميرات المتصلة بالأنترنت فهي أكثر عرضة لاختراق وبالتالي يجب إتخاذ كافة الاحتياطات التقنية اللازمة حيث إذا تمكن أحد من التقال صور كاميرتك وقام بنشرها أنت من تتحمل مسؤولية الإيمال في عدم المحافظة على سرية وخصوصية الأشخاص في الفضاء العامي أو المشترك ماذا يقول القانون؟ أكيد أنه يعقب أي شخص مثلا في حوزته الصور حياة خاصة أو لا تفاصيل حياة خاصة دي شخص آخر طبيعة الحالة المشرع المغربي نص على ضرورة حماية المعطيات الخاصة بما فيها الصور من خلال قانون الصحافة والقانون الجنائي وعيا من المشرع المغربي بوجوب حماية الحق في الصورة فقد نص صراحة في الفصل 51 مكرر من قانون الصحافة بالعقوبة من شهر إلى 6 أشهر وبغرامة تروح بين 5000 إلى 20 ألف درهم كلما نشر صور تمس بالحياة الخاصة للغير كما يجوز للمتدر الرفع دعوة للتعويض المدني نتيجة الدران الذي تسبب فيه نشر الصور ويعاقب الفصل 47 من القانون الجنائي من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 2000 درهم إلى 20 ألف درهم كل من قام عملا وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية بالتقاط أو تسجيل أو بت أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها إذن يجب أخذ الأمور بجدية وأنت تفكر بوضع كاميرا بمنزلك وسيارتك أما أنت الذي في الشارع لا تنسى أن تبتسم أمام الكاميرا قد تكون في أي لحظة مرقم اسمح لي يا مغانو بتسمش في الشارع العام من أجل الكاميرا شكرا لك أن تبتعه ورحمة السلام على كل هذه التوضيحات القانونية شكرا سلام اشتركوا في القناة